المسيحية احتملت كل أنواع الصعاب كل أنواع الاضطهادات كل أنواع الديقات نيران الاضطهاد من مهد المسيحية من بدايتها حتى يومنا هذا هجوم شرس حرب ضارية وضروس على المسيحية على هوية يسوع المسيح وطبعا على الكتاب المقدس ولكن الهجوم الأشرس والأخطر والأصعب عندما يعني العديد من المسيحيين اللي بيبتدوا يشككوا بالإيمان يشككوا بصحة الكتاب يشككوا بقصص وأحداث كتابية والسؤال المهم هل لاحظت أنه كل الناس عم بتركز هجومها على الكتاب المقدس وترك كل الكتب التانية شو بيوحيلك هذا الموضوع؟ بيوحيلك أنه هذا الكتاب من الله هذا الكتاب صحيح هذا الوحي المقدس هذا اللي بيعطينا طبعا الكتاب المقدس مش كتاب تاريخي ولكن كل ما كتب تاريخيا في الكتاب وكل ما اكتشف هو صحيح واحدة من الهجومات الشرسة جدا هو بصراحة على سفر التكوين والغرض من هذا الموضوع إذا استطاعوا أن يهدموا سفر التكوين ولسيما الإصحاحات الأولى بهذا طبعا تهدم المسيحية وكل ما يرتبط بسفر التكوين فهي مثل المسبحة أو بمصر مثل السبحة إذا شلت حجر من السبحة فكل السبحة رح تفرط وهكذا أحبائي المسيحية مبنية على أساسات راسخة لا تتزعزع حاولت الأعداء على مر العصور والأزمان أن تزعزع هذا الإيمان بنظريات متعددة نظريات مختلفة لهدم المسيحية ولكن كل هذه النظريات انتهت واندثرت وكلمة الله تثبت إلى الأبد اشتركوا في القناة